نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود نقصا في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق والمنافذ التموينية شدد المركز على توافر كافة السلع الغدائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها السكر مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا كسلعة تموينية وكسلعة حرة بجميع الأسواق والمنافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين بكافة محافظات الجمهورية واشار المركز إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي لاحتياجات المستهلكين حتى إبريل المقبل